الأبواب المصفحة صناعة كبرى في العالم بمختلف استخدامتها سواء لحماية المشروعات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الصحية وغيرها وكنا دايماً بنستورد الأبواب المصفحة من الصين وتركيا النهاردة في شاب اسمه أبا نوب أسامة فخري نجح باستثمارات يدوبك 750 ألف جنيه إنه يؤسس مصنع للأبواب المصفحة في مصر وطاقته الإنتاجية 6000 باب مصفح سنوياً وكلها أجود من الصيني والتركي وأفضل في السعر تعالوا نقبله عجبني حاجة كثيرة جداً عجبني إنك دخلت تحدي الصناعة الوطنية رغم أنه صرتك من المستوردين لهذه الأبواب عجبني إنك بتبتكر شكل جديد للأبواب مش ملتزم بالشكل اللي بنستورده من بره عجبني إنك حتى الاكسسورات بتصناها أنت حكاية كبيرة وقصة نجاح الناس لازم تتعرف عليها وفضلك أحكينا الحكاية أنا كانت يعني الموضوع الأبواب جي ازاي أنا عيلتي عمتاً كلها بنصنع أبواب أبواب خشبية من أيام جدي الله يرحمه وبالتالي بعد كده الموضوع كبر مع والدي وعمامي كمستوردين إحنا في الأول كنا أشاب بس وهجبهم لك يدخلوا يصنعهم معاك ويفكرك تمام كامل فجينا بعد كده المجال المشي فتحت مجال البواب المصفحة فابتدنا نستورد من الصين ثم تركيا وبالتالي بعد ما إحنا ابتدنا نستورد أنا كنت شغال معهم في مجال التجارة البيع والشيرة الباب بيجي مستورد من بره وبنبدأ بعد كده إن إحنا نسوأله في المعارض بتاعتنا أو بنسوأله عن طريق الدعاية هل سفرت وشفت الصناعة دي مثلا في تركيا في الصين بيتم إزاي؟ سفرت مرة تركيا زمان بس أنا اعتمدت على إن الباب قدامي فأنا عايز أشوفه قدامي وابتدت إن أنا أتفرج على فيديوهات أكتر واسأل أكتر وقدرت إن أنا أعرف إزاي الباب ده بيتصنع لقيت إن الموضوع بسيط الموضوع عبارة عن مكان بسيط جداً زي تناية زي مقص بيقصص هاب زي مكبس مكبس طبعاً بيعمل استنباط هيا أفران راش الموضوع بسيط مش مطورة عربية أو كيميا ونظراً للظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم فإحنا ليه ما نشجعش صنوع بلدنا وبدل من نطلع أكتر من عشرة مليار دولار بره في الشهر عشان خاطر نستورد بيها واب طب ما إحنا نعملها هنا والموضوع بسيط مش كيميا كنا منستورد أبواب بعشرة مليار؟ تقريبياً ياه؟ تقريبياً وبعدين؟ فأنا بالتالي حبيت إن أنا طب أنا ليه لأ ما أعملش حاجة كويسة وأبدأ أمشي على المصفحات الأوروبي اللي بيتصنع عليها تركيا والليه ما أعملش باب مصفح في بلدي وأخدم بلدي وفي نفس الوقت يبقى كلنا بنشجع صنوع محلية وأنا عولاً بالاستراد؟ بالضبط وبعدين التكلفة النهاردة الأسعار غالية والاستراد قد يكون منعدم فأنا بالتالي ليه ما مروحش للمنتج المصري بشراسة ونفس إحنا النهاردة بعد طالما نفس الجودة؟ طالما أنا نفس الجودة يمكن أعلى والله إنت أعلى بالضبط أعلى في حاجات كتير زي مثلاً سمك الصوج سمك الخشب التصفيح الداخلي حضراتك بتيجي الباب مستورب من بره معلش أنا أسف لو الباب فيه مشكلة حضراتك مش هترجعه بلده سواء الصين أو تركيا أنت خلاص خدت الباب وبالتالي هتضر العميل المصري أو اللي هيشتري منك باب في بلدك هتضره بالباب ده بالمناسبة أبا نوب أسامة فخري حاصل على باكالوريوس علوم الحاسب الآلي ونشأ في أسرة تقريباً كلها بتشتغل في استراد الأبواب والشبابيك بجميع أنواعها وبعدها استراد الأبواب المصفحة ومن حوالي سنة قرر أنه يصنع بنفسه الباب المصفح كان تحدي وده اللي نفزه باقتدار في مصنعه بمنطقة مخازن الشباب في مدينة السادس من أكتوبر وخصوصاً أنه بيمتلك كل معدات التصنيع زي المقص والتناية والمجبس ومكنة القص 45 وكمان صمم سبع استنباط لأبوابه المصفحة وقدم أفكار جديدة زي أبواب اللضاء الزاتية باللد وشفة الأمان اللي وجودها بيضمن عدم القدرة على اقتحام المكان وأبواب مصفحة بشراعة وصنع كمان الاكسسوارات الخاصة بالأبواب المصفحة بجد هو فخر للصناعة المصرية عاجبني على فكرة حاجة أن أنت بتفصل يعني أنت أوريتني الباب الأخضر بالسنغال ده مش مأساتنا ده مأسات دول الأفريقية وبألوان دول الأفريقية هو على حسن طلبه نحن نقدر ننفذ له الحاجات دي وفي وقت كياسي جداً سواء ألوان سواء أشكال في الأخشاب سواء مواصفة معينة داخلية نقدر نعملها له سمك السواج معين حديد مجالفن دهنات معينة في الباب تصفيح معين في الباب زي التصفيح اللي حضرتك شفته التصفيح اللي هو العلب ده أقوى تصفيح في العالم عمتاً وبيقفلوه هنا في مصر طب ما هو أنا موجود عندي ومتعامل بمنطقة البساطة أسألك سواء لما بدأت الصناعة دي كان الموضوع صعب أنك تلاقي عرضة صناعية تصنع فيها أنك تجيب المكان أنت قلت لها أني جبت المكان مستعمل بالصبت يعني أنك كنت عايز تبدأ بأي شكل بالصبت لما جيت تعمل ده كان موضوع صعب بالنسبة لك هو الموضوع في البداية طبعاً بيبقى صعب لأن أنا مش عارف ده بيطلع إزاي فابتديت إن أنا أفهم الأول المكان إيه اللي بيصنع الحاجات دي عرفت إن بعد المكان فيه حاجة اسمها سطنباط والباب فيه مراحل سطنباط فوق السبعة أو ثمان سطنباط عشان يطلع باب عشان المجبس يفتح لك الفتحات بالضبط يفتح لي مكان الكلون يفتح لي مكان السلسلة فيه حاجة اسمها سلسلة كل الكلام ده محتاج مجبس فالباب بيمر بمراحل كبيرة جداً ابتديت إن أنا بالفعل أعمل باب مصفح فطبعاً تجارب بعد تجارب كتير وسلت للفنش اللي حتراك شايفوه طبعاً فيه كمية هادر خمات اتهدرت في الكصة دي علشان أنا مثلاً بلحم غلط بجمع غلط أو أياً كان المشكلة اللي بتواجهني بل والعكس أنا اشتغلت على نفسي إن أنا قادر إزاي أطور المنتج إن هو يطلع بأحسن من المنتج المستورد